على إله الحق رب الحق مرسل رسول الحق ومرسل آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم جميعا أيها المتوافدون من أنحاء البحرين الجريح للمطالبة بالحق الضائع المهدور ورحمة الله وبركاته حق شعبنا الذي هجر أبناءه وتوردوا وحكمت الزنزانات على آبائه وحرموا من تربية أبنائهم وإدارة شؤونهم وكبلت الفئة الشبابية المعطاة لهذا المجتمع حرم طلابه الجادون من مقاعد دراستهم بإدخالهم السجون قيد بالسلاسل بكل وحشية أطفال شعبنا وحرموا من حنان آبائهم وحكمت هذه السلاسل والقيود إحكاماً شديداً إحكاماً شديداً على الكوادر المختلفة من أبناء شعبنا وعطل عصاؤها فألقيت الأجساد الكبيرة والصغيرة تحت صياط الجلد والجلادين المستوردين من جهات مختلفة لإدارة غرف التعذيب المظلمة لمساعدة أفراد العائلة الحاكمة التي تحكم قبضتها علينا ظلماً وجوراً لم ننتخبها ولم نوليها أمرنا وأخي أحد هذه الضحايا حرم من دراسته وحنان أبوي وكم في أسرته وأصدقائه حرم من دراسته التي كان يهواها لعامين متتاليين فهل سيعود قبل أن تفتح المدارس أبوابها أم سيجلده الجلاد اللعين في يوم افتتاحها فأين الحق المهدور وأين التقدم بهذا الشعب في مجال العلم والمعرفة فلله أدعو وأشكو على الظلم والظالمين ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل وسيعلم الظالمين أن يموقلب سينقلبون والعاقبة للمتقين كما قال تعالى في محكم كتابه الكريم من سورة المرسلات من الآية 16 بسم الله الرحمن الرحيم ألم نهلك الأولين ثم نتبرهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العلي العظيم فيا أيها المجرمون المكذبون الملفقون إلى الأحكام الباطلة الجائرة ستسقطون وتزولونك الأولين فلن نسكت ولن نستكين لسلب حقوقنا والاعتداء على ديننا وسندعو الله جميعا مبتهلين رافعين الأكف قائلين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فك قيد أثرانا وشاف جرحانا ورد المهجرين وآمن المطاردين يا رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطيبين والطاهرين وسلم تسليما كثيرا كثيرا صل على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة